اثانية صباحا اثانية عشرة بتوقيت جرينيتش موجز اهبري يأتيكم من القاهرة اهلا بكم عاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى ارض الوطن بعد ختام زيارته الى الصين واخلال الزيارة عقد السيد الرئيس في قاعة الشعب الكبرى بمدينة بكين مباحثات قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينك واصرح المتحدث باسم رئاسة الكمهورية بان السيد الرئيس اكد حرص مصر للبناء على قوة الدفع الناتجة عن اللقاءات المنتظمة التي تعقد بين كبار المسؤولين في مصر والصين سعيا للوصول بالتعاون الثنائي الى افاق ارحب من التنسيق والتعاون المشترك في العديد من المجالات ولجذب المزيد من الاستثمارات الصينية من جانبه رحب الرئيس الصيني بزيارة رئيس السيسي الى بكين والتي من شأنها ان تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين مثمنا في هذا الاطار ما تشهد الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين من تطور ايجابي على جميع الاصعيدة ومؤكدا ان الصين تولي العلاقاتها مع مصر اهمية خاصة بالنظر لمحورية دورها في المحيط الاقليمي وعلى مستوى الشرق الاوسط وافريقيا وشرق المتوسط اجرى السيد رئيس عبدالفتاح السيسي محادثات جانبية في العاصمة الصينية بكين مع كل من عمران خان رئيس وزراء باكستان والرئيس شوكة ميرزايف رئيس جمهورية اوزباكستان والشيخ محمد بن زايد انهيان ولي عهد ابو ظبي والامير تميم بالحمد الثاني امير دولة قطر وسكرتير عام الأمم المتحدة انتونيو جوتيريش واوضح متحدث الرئاسة ان ذلك جاء على هامش مأدبة الغداء التي اقامها الرئيس الصيني شي جمبينغ على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في حفل افتتاح دورة الالعاب الالمبية الشتوية الرابعة والعشرين وصل وزير الخارجية سامح شكر لقاءاته على هامش قمة الاتحاد الافريقي حيث عقد لقاء موسع مع كل من نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمين محمد والسكرتير التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لإفريقيا الدكتورة فيرا سونوجوي ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلته الخاصة للاتحاد الافريقي هاناتيتا كما التقى شكري مع نظيره الأنجولي لبحث عدد من ملفات التعاون الثنائي والقضايا محل الاهتمام المشترك كذلك التقى وزير الخارجية مع مفوض الاتحاد الافريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بنكولي أديوي أعلن الديوان الملكي المغربي رسميا وفاة الطفل ريان ضحية حادث البئر في مدينة شفشاون المغربية وأقل الديوان الملكي في بيان أن العاهل المغربي الملك محمد السادس اتصل هاتفيا بوالدي ووالدة الطفل ريان وقدم له معواجب العزاء كما أعرب العاهل المغربي عن تقديره للجهود التي بذرتها كل السلطات والتضامن القوي والتعاطف الواسع الذي حظيت به أسرة الفقيد من مختلف الفئات والأسر كانت فرق الإنقاذ قد تمكنت من إخراج الطفل إلا أنه توفي بعد عملية حفر استمرت خمسة أيام في اتجاه أفقي موازن للبئر التي تقع في مدينة شفشاون شمالي المغرب أعلنت وزارة الصحة خروج ألف وتسعمائة وخمسة وستين متعافية من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى ثلاثمائة وتسعة وستين ألفا وإحدى عشر حالة وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة أنه تم تسجيل ألفين ومائتين وثمانية وتسعين حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحورته ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية لافتا إلى وفاة ثمان وخمسين حالة جديدة يختتم المنتخب الوطني استعداداته لمواجهة السنغال في التاسع من مساء اليوم في نهاي كأس الأمم الإفريقية وأظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني في العاصمة الكاميرونية يويندي أظهرت سلبية جميع عينات أعضاء البعثة قبل المواجهة المرتقبة لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل اجتماعي فيسبوك، تويتر، انستجرام ويتيوب هذه تحياتي وأي أبوزة شكراً على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة